بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول رب العالمين على آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده إرسال الرسل لهداية الخلق فالله جل وعلا يبعث الرسل لحاجة البشرية إليهم ليدلوهم على الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى أما زالت رسول الله تتتابع ما أرسلنا رسولنا تترى يعني متتابعة إلى عهد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل ثم جاء زمن الفترة بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهي فترة طويلة فترة طويلة في خلالها حرفت توراة والإنجيل وغير دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ولم يبقى على الدين الصحيح من أتباع موسى وأتباع عيسى لم يبقى إلا أفراد قليل أفراد قليل ثم إنهم انقرضوا ولم يبقى أحد فصار أهل الكتاب من اليهود والنصارى على دين محرف مغير مبدل ليس هو دين موسى عليه السلام ولا دين عيسى بل هو دين مغير محرف وإن بقي اسمه وأهل الحجاز كانوا على دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وهو في الحقيقة هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان على الحنيفية على التوحيد الخالص لله عز وجل ثم إنه دب إليهم الشر مع طول المدة وفشل جهل فيهم واندرست آثار الرسالات فعبدوا الأوثان بسبب طاغية يقال له عمر بن لحي الخزاعي كان ملكا عليهم ثم إنه حبّب إليه إبادة الأوثان فألزم الناس بها وجلب الأوثان إلى أرض الحجاز وانتشرت في أرض الحجاز وما حوله انتشاراً فضيعاً حتى إنها صارت في كل بيت من بيوت مكة وصار على الكعبة المشرفة ثلاثمئة وستون صنماً وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة وهبل وحول مكة هلات والعزة ومنات وذو الخلصة أصنام منتشرة ولم يبقى على دين إبراهيم عليه السلام إلا نجر يسير مثل ورقه بن نوفل فعند ذلك أذن الله جل وعلا لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجو المظلم المعتم هذه الجاهلية هذه الوثنيات المنتشرة وغاب دين الأنبياء وجاءت الوثنيات فصار الناس في جاهلية جهلة وضلالة عمي في أثناء ذلك ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل والفيل هو قصته كما ذكر الله في القرآن أن ملك الحبشة أراد أن يهدم الكعبة وأمر واليه على اليمن أمر واليه على اليمن أن يباشر هذا العمل فجاء بفيل عظيم وجنود عظيمة لم يستطع لم يستطع أهل الحجاز ولا قبائل العرب لم يستطيع الوقوف في وجهه إلى أن وصل إلى أرض الحرم وعسكر عند الحرم ثم إنه أراد أن يباشر الهدم ووجه الفيل فأبى الفيلا يتحرك حركه زجره أبى أن يتحرك حبسه الله جل وعلا حبسه الله جل وعلا بينما هم كذلك إذ جاءت فرقان من الطير من جهة البحر فاصطفت فوق رؤوسهم ومعها حجارة حجارة كل طائر معه ثلاث حجارة واحد في منقاره واثنان في رجلين لما توسطوا على رؤوس القوم أمطرتهم هذه الطيور أمطرتهم بالحجارة فكانت تضرب رأس الرجل وتخرج من دبره حتى أهلكهم الله عن آخرهم ولم ينجوا إلا قائدهم أبره وأصابه المرض وتقطع جسمه ومات ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة عام الفيل أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو في بطن أمه فكفله جده أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه فكفله جده عبد المطلب ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وأعجبه وصار يدنيه على أولاده ويقربه ألقى الله له القبول في قلب جده حتى حنى عليه حنوا شديدا ثم توفي جده في السنة الرابعة من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد به إلى عمه أبي طالب وكان رجلا كريما شريفا مهابا فخلف أباه في كفالة محمد صلى الله عليه وسلم وحنى عليه حنوا شديدا إلى أن كبر عليه الصلاة والسلام وبلغ عليه الصلاة والسلام بينما وكذلك إذ عرضت عليه خديجة رضي الله عنها وكانت امرأة كانت امرأة حصيفة عاقلة عرضت عليه أن يسافر إلى الشام بتجارة لها يسافر إلى الشام بتجارة لخديجة ورجع بأموال وربح ربحا عظيما فأحبته خديجة وأعجبتها أمانته عليه الصلاة والسلام فعرضت عليه الزواج بها فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت نعم المرأة وهذا من تيسير الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بينما هو كذلك كره ما عليه قومه من عبادة الأوثان وشرب الخمور واللهو واللعب فلم يطق الجلوس معهم والبقاء معهم فصار يذهب إلى غار حرة يذهب إلى غار في رأس الجبل المسمى الآن بجبل النور فصار يذهب إلى هذا الغار ويتعبد فيه وينقطع عن الناس ويأخذ معه الزاد الذي يكفيه ويبقى فيه الأيام يعبد ربه عز وجل منعزلاً عن قومه بينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وحده فقال له قراء قال لست بقهر يعني لا أحسن القراءة لأنه أمي فغطه صلى الله عليه وسلم غطه جبريل قطة شديدة ثم أرسله قال له قراء قال ما أنا بقهر يعني لست أحسن القراءة فغطه الثانية غطى شديدة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال أقرأ قال لست بقهر ثم غطه المرهة الثالثة ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فوعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظها ثم نزل من الجبل وذهب إلى زوجته خديجة خائفاً يرتجف من روعة الملك وما راقاه في هذا الغار يرتجف وقال زملوني زملوني يعني غطوني فغطته بالغطاء حتى استراح ثم قال لقد خشيت على نفسي ذكر لها ما وقع له قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدم أو المعدوم الذي ليس عنده مال يعني وذكرت من صفاته الطيبة التي استدلت بها على أن الله لا يهينه أبدا وإنما يكرمه وهذا من عقلها الحصيف وثباتها رضي الله عنها وكأن الله يسرها لرسوله صلى الله عليه وسلم لتكون عضداً له في هذه المواقف مع عمه أبي طالب هذا من عناية الله عز وجل فلما طمأنته ذهبت به إلى ابن عمها إلى ابن عمها ورقها بالنوفل وكان شيخاً كبيراً قرأ في الكتب السابقة وعرف صفات النبي الذي سيبعث فلما أخبره بما جرى له طمأنه ورقه وقال هذا هو الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام ثم تمنى أن يكون شاباً ليناصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخرجه قومه قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي فليتني كنت جذعاً حين يخرجك قومك فأنصرك نصراً مؤزراً ثم مات ورقه مات ورقه بعد أن منَّ الله عليه بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دعا أنزل الله عليه أنزل الله عليه مرة ثانية يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ إلى آخر السورة أو آخر الآيات فكانت الآيات الأولى تنبئة له صلى الله عليه وسلم والآيات الثانية إرسال إرسال له صار نبيًّا بالآيات الأولى ورسولًا بالآيات الثانية فجعل يدعو إلى الله سرًّا يدعو إلى الله سرًّا مختفيًا من أذى قريش آمن به أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأول من آمن به من الصديان علي بن أبي طاهب رضي الله عنه وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارفة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنها ثم صار الناس يسلمون الفرد خلو الفرد ولكن لا تزال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من الخوف من قريش حتى إنهم كان إذا خرج إلى المسجد الحرام للطواف أو للصلاة آذوه صلى الله عليه وسلم وآذوا من معه وهددوه حتى إنهم مرة تغامروا عليه وضربوه صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وخلصه منهم ردهم عنه وفي مرة كان ساجدًا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فألقوا على ظهره سلى الجزور عليه الصلاة والسلام كل هذا وهو صابر عليه الصلاة والسلام صابر لوجه الله عز وجل محتسب بقيت الدعوة السرية أربع سنين السنة الرابعة أنزل الله عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين عند ذلك صدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة وتحولت من كونها سرية إلى كونها جهرية وأسلم في السنة الخامسة أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلاً قويًا شجاعًا ثم أسلم عمر بن الخطاب بعده بأيام وكان رجلاً قويًا مشهورًا بالقوة فصار عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان قويًا تهابهما قريش وتهابهما العرب وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ثم اشتد أذى قومه عليه ومن آمن به فصوصاً الذين ليس لهم أحد ليس لهم قبيلة تمنعهم كبلال وعمار بن ياسر والذين ليس لهم من يحميهم ليس لهم قبيلة تحميهم يسلطوا عليهم أكثر فعند ذلك أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكًا عادلاً وهو على دين النصرانية لكنه عادل لا يظلم أحد عنده فخرج الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى وفيهم عثمان رضي الله عنه وفيهم عثمان بن عفار رضي الله عنه ومعه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا عند النجاشي وحماهم واستقبلهم وهو على نصرانيته ثم سمعت قريش أو سمع المهاجرون الذين في الحبشة سمعوا أن أهل مكة أسلموا وأنهم تركوا وأذى المسلمين فعادوا من الحبشة لما وصلوا إلى مكة وجدوا الخبر غير صحيح وأن المشركين ما زالوا يؤذونهم فعند ذلك أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة فهاجروا إلى الحبشة فراراً بدينه أرسلت قريش رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بالهدايا لأجل أن يرجع المهاجرين إليه فأبى أبى النجاشي أن يرجع المهاجرين إليه ورد رسولي قريش خائبين ثم إن الله من على النجاشي فأسلم لما سمع القرآن قال هذا هذا مثل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام إنه والذي ينزل على موسى من مشكات واحدة فأمن الله عليه بالإسلام فأسلم رضي الله عنه لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له صحبة وإنما كان من التابعين من كبار التابعين رضي الله عنه وفي السنة العاشرة من الهجرة مات وبعد ذلك يعني بعد ما رجع الرسولان آيسين والنجاشي خيب طلبهما اشتد أذاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عموما وعلى بني هاشم عموما حتى من لم يسلم منهم اشتد أذاهم على بني هاشم وقاموا وكتبوا صحيفة بمقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وحصروهم في شعب أبي طالب لا يتصل بهم أحد ولا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يتركون الماء يذهب إليهم ولا أي شيء حاصروهم حصارا شديدا يريدون أن يتركوا دينهم ولكنهم أبوا ومعهم أبو طالب أبو طالب معهم وبن هاشم معهم وبن المطالب أيضا معهم انحصروا في الشعب مؤمنهم وكافرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم الأمر ثم إن جماعة من عقلاء قريش فكروا في الأمر وأدركوا أن هذا الأمر لا يجوز حصار بني عمهم وإخوانهم أن يحصروهم هذا الحصار الشديد هذا يفضحهم عند العرب فقاموا ونقضوا الصحيفة وإذن للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بالخروج من الشعب ومعه عمه أبو طالب خرجوا من الشعب خرجوا من الشعب وفي السنة العاشرة ماتت زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب بعدها بأيام في عام واحد أحينئذ فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي كان يحميه ويحوطه ويمنعه من أذى قومه وفقد زوجته التي كانت تؤيده وتساعده وتوسع عليه أمره فقد هذين الرجل والمرأة اشتدى الأمر به صلى الله عليه وسلم ومن معه وسمى هذا العام الذي مات فيه ماتت فيه خديجة وأبو طالب سماه عام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهما وفقدهما والمشركون تطاولوا عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبق له من يحميه وكانوا قبل ذلك بقليل تآمروا وجاءوا إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلم لهم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سب آلهتهم وعاب دينهم وسفها أحلامهم فأبو طالب عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون يعني أنه يترك سب دينهم ويترك كذا ويترك كذا عرض عليه ذلك فقال كلا والله يا عم والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على نترك هذا الأمر لا أتركه حتى أهلك دونه كانوا عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه الزواج بأجمل بناتهم ويجمعوا له الأموال وأن يعالجوه إذا كان فيه مرض يعني مرض نفسي لأن عنده من هذا مرض نفسي الذي أصاب الرسول ما هو بوحي وإنما هو مرض نفسي وأن يعالجوه حتى يشفى عرضوا مغريات فأبو طالب خير النبي صلى الله عليه وسلم النبي صمم على الدعوة وقال مقالته المشهورة لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على نترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله فعند ذلك أبو طالب قوى عزم الرسول وقال امضي فيما أنت فيه ولن يصلوا إليك ولن يصلوا إليك لكن لم تمهل المنية هبا طالب حتى توفي وتوفيت خديجة رضي الله عنه عند ذلك ضاق الأمر على الرسول واشتد عليه أذى قومه فلم يرى بدا من الخروج من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم يعرض عليهم أن يحموه أن يكونوا بديلاً عن أبي طالب وأن يحموه من أذى قريش فذهب إلى الطائف وعرض عليهم دعوته فسبوه سباً قبيحاً أقام فيهم أيام يدعوهم إلى الله فلم يقبلوا وسبوه سباً شنيعاً قبيحاً وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة وكان يقيه من الحجارة رضي الله عنه ثم رجع من الطائف رجع من الطائف وبين ما هو في بين الطائف ومكة في وادي نخلة أدركته صلاة الفجر فصلى عليه الصلاة والسلام هو ومولاه صلاة الفجر وقرأ القرآن فسمعت الجن سمعت الجن القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبهم القرآن وأنزل الله تعالى في ذلك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب إلى آخر السورة وقوله تعالى وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إلى آخر الآيات ثم واصل السير إلى مكة فقال له زيد بن حارذة رضي الله عنه كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا فأرسل إلى إلى المطعم بن عدي وكان من أشراف أهل مكة أرسل إليه أن يحميه حتى يدخل مكة وكان رجلا مشركا لكنهم كان عندهم الحمية العربية والشهامة وكانوا لا يردون من استجار بهم لا يعتبرون هذا من الفخر إنهم يحمون من استجار بهم فقبل المطعم بن عدي أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة وتسلح هو وأولاده وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة وطاف بالبيت وهم يحرسونه وهم يحرسونه ولكن ما يزال الأمر شديدا من قريش يؤذونه فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الحج ويتبع منازل الحجاج يعرض دعوته على القادمين لعله يجد من يقبل ويحميه عليه الصلاة والسلام ومعه ومعه عمه أبو لهب يتابعه ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب فيتقول العرب لو كان صادقا ما قال عمه هذه المقالة وينصرفون عنه صلى الله عليه وسلم ثم ثم إن الله يسر له أن يلتقى بجماعة من أهل المدينة من الأنصار كانوا لا يقال لهم الأنصار في ذاك الوقت الأوس والخزرج من أهل المدينة فعرض عليهم دعوته وقرأ عليهم القرآن فعند ذلك تأثروا بالقرآن وقالوا إن هذا لهو الذي تهددكم به اليهود وكان اليهود جيران الأنصار في المدينة وكان بينهم قتال بين الأنصار وبين اليهود فكانوا اليهود يقولون سيبعث نبي ونكون معه ونقاتلكم معه ويتوعدونهم ببعثة النبي فلما سمعوا القرآن ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو الذي تهددكم به يهود فلا يسبقوكم إليه فقبلوا الإسلام وكانوا نفرا قليلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى ثم ذهبوا بعد الحج إلى المدينة ودعوا قومهم فأسلم عدد كبير منهم وفي السنة القادمة جاء وفد أكثر من الوفد الأول سبعين وأكثر بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية عند العقبة على أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأزواجهم فبايعوه على ذلك على نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته ممن أراده بسوء فكان هذا هو الفرج الذي انتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فهاجروا أفرادا وجماعات على خفية على خوف وعلى حذر من قريش أما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي في مكة وأراد أبو بكر أن يهاجر قال له لا تعجل قال له صلى الله عليه وسلم لا تعجل فبقي أبو بكر امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أذن الله لرسوله بالهجرة وأخبر بذلك أبو بكر فأبو بكر هيأ الرواحل والزاد لسفر الهجرة لكن كيف الخروج من مكة اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا لا يلحق بأصحابه اللحق بأصحابه صار له قوة ومنعه فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بعضهم قال اقتلوه استريحوا منه بعضهم قال اثبتوه يعني اسجنوه حتى يموت في السجن بعضهم قال اطردوه اطردوه من البلد او يخرجوك فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيته تظاهر لهم انه ينام في بيته اجتمعوا عند داره صلى الله عليه وسلم على ان يقتلوه عليه الصلاة والسلام لكن كيف يقتلونه قالوا يوخذ من كل قبيلة رجل معه رمح أو معه معه رمح كل قبيلة منها رجل يجتمعون عند الباب فاذا طلع يطعنونه جميعا حتى يتفرق دمه في القبائل فلا تقدر قريش على ان تثأر من القبائل كلها صمموا على هذا الرأي وكان الذي اشار عليهم بهذا الرأي هو ابليس جاءهم في صورة رجل اشار عليهم بهذا الرأي وقالوا هذا هو الصواب اجتمعوا ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم امر عمه امر ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان شابا قويا امره ان ينام على فراشه حتى يظن انه الرسول صلى الله عليه وسلم فنام علي على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم والتحف بليحافه وقريش تنظر اليه على انه الرسول ينتظرون انه يخرج والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم وهم جالسون ينتظرون ولم يشعروا به عليه الصلاة والسلام وذر التراب على رؤوسهم وكان متواعدا مع أبي بكر في مكان ثم خرج وذهب هو وأبو بكر إلى غار ثور لجنوب مكة واختفي في الغار حتى ينقطع طلب قريش فذهبت قريش لما علمت أنها باتت تحرس عليا وأن الرسول خرج من بينهم ندموا ندامة شديدة فخرجوا يطلبونه من كل وجه أرسلوا الفرسان والرجال وجعلوا الأموال الطائلة لمن يأتي به حيا أو ميتا فلم يتمكنوا من ذلك حتى إنهم جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقفوا على الغار فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث فأنزل الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السهلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ولما انقطع الطلب وأيست قريش من العثور عليه خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وكان قد واعد الرجل الذي يدله مع على الطريق واعداه في وقت معين فجاء بالرواحل وركبوا وذهبوا إلى المدين وكانوا في خلال بقائهما في الغار كانت أسمى بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تأتيهم بالطعام والماء واللبن خفية وكانت أيضا وكان راعي أبي بكر أبو بكر له غنم له راعي كان يأتي بالغنم من عند الغار فيشربون من لبنها وتخفي الآثار الأغنام إذا مشت عند الغار خفية الآثار أنا تبين شيء ثم ذهبوا إلى المدينة إلى أن وصلوا إلى المدينة هذا هو العهد المكي أو خلاصة ما دار في العهد المكي وكان صلى الله عليه وسلم في فترة العهد المكي مقتصرا على الدعوة إلى الله ولم يؤمر بالجهاد بل كان الجهاد محرما في هذه الفترة لأن الله يأمرهم بالصبر يأمرهم بالصبر على الأذى والثبات على الدين وانتظار الفرج ولم يأذن لهم بالقتال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال يعني في المدينة بعد ما هاجروا فهم في مكة كانوا ممنوعين من القتال لماذا؟ لأنهم لو قاتلوا وهم مستضعفون لأهلكهم الكفار وأبادوهم عن آخرهم فهذا فيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفيه وفيه ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعلاهما وهذه الحالة يوخذ منها أن المسلمين إذا كانوا لا يقدرون على قتال الكفار فإنهم لا يقاتلونهم حتى يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها القتال أما لو قاتلوا وهم لا يستطيعون تسلط عليهم الكفار فأبادوهم عن آخرهم هذا هو السر في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال رغم ما كان يلقى هو وأصحابه من الأذى حتى إن بعضهم يقتل كما قتلت سمية أم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وكانوا يضربون كما ضربوا بلال وعذبوه وسحبوه في الرمضة وضعوا الصخرات على صدره في شدة الرمضة حرارة مكة يطلبون منه أن يرجع فيقول لا أحد أحد كل ما قالوا له ارجع عن دين محمد يقول لا يقول أحد أحد فما زالوا كذلك وهو يصبر وهو يصبر على العذاب ويتمسك بالدين فالعهد المكي ليس فيه قتال ولم يؤمر المسلمون بالانتقام لأنفسهم بل أمروا بالصبر والصفح والصفح والإعراض مع الدعوة إلى الله عز وجل مع الدعوة إلى الله فيقتصر على الدعوة لمن أراد الله هدايته أما القتال فإنه يؤجل إلى أن يكون عند المسلمين الاستعداد للقتال بالدولة والرجال والسلاح والقوة فلما قامت الدولة الإسلامية في المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون والأنصار ومن لحق بهم من العرب عند ذلك أمر الله بالقتال بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو حاصل العهد المكي وفي قبيل الهجرة قبيل الهجرة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به من هناك إلى السماء وفوق السماوات كلمه ربه عز وجل وأمره بالصلوات الخمس فرض عليه الصلوات الخمس فلما أصبح صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما جرى في هذه الليلة من الإسرى والمعراج فاشتد تكذيب المشركين وسخريتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد بعض من ارتد من أظهر الإسلام يعني قالوا ما يمكن الإسرى في ليلة ونحن نذهب إلى الشام شهر ونرجع شهر ليلة وحده ما يمكن هذا يقيسون قدرة الله على قدرتهم فاتخذوا من هذا وسيلة إلى التشهير بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى قالوا لي أبي بكر أما علمت ما صنع صاحبك قال وماذا قالوا إنه يقول إنه أسري به إلى البيت المقدس وعرج به إلى السماء قال إن كان كما قال فهو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أصدقه بخبر السماء أنا أصدقه بأنه ينزل عليه الوحي من السماء فعند ذلك حصلت فتنة وثبت الله أهل الإيمان وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة وأنزل الله جل وعلا قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصاء وقوله تعالى في أول سورة النجم ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام ذو مرة يعني قوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا ليلة المعراج وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو خلاصة العهد المكي وما جرى فيه وربما تركنا أشياء كثيرة لا يتسع الوقت لسردها صلى الله عليه وسلم